وقال طلب إحاطة لوزير التموين وشركة مطاحن ومخابس اسكندرية بتهدر 15 ألف طن قمح مدعم خبر في منتهى الخطورة الدكتور محمد فؤاد وعضو مجلس النواب عن حزب الوفد دائرة العمرانية قدم طلب إحاطة الدكتور علي عبدالعهر رئيس المجلس موجه إلى مهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي مصالحي وزير التموين والتجارة الداخلية ليه؟ بشأن أزمة شركة مطاحن ومخابس اسكندرية وقال محمد فؤاد فيه بيان لي إن فيه أزمة بجد أزمة كبيرة جدا داخل شركة مطاحن ومخابس اسكندرية ومخابس اسكندرية وطحة لاستغلال الطاقات غير المستغلة من أصولها اللي بتتجاوز 50 مليون جنيه مصري عضاف كمان إن الشركة دي بتستهدف طحن كمية تقارب من 536 ألف طن أمح مدعم فقط وهي النسبة بتقل عن القدرات الانتاجية الحقيقية المتاحة للشركة البلغة حوالي 551 ألف طن مما يعني إهدار ما يقرب من 15 ألف طن تقريبا أوضح فؤاد كمان إن الكلام ده بيأثر بيأسل بطبعا على قدرة الشركة على تلبية احتياجات المخابس فبيضطرها إن هي تدبر بقية الكمية من المطاحن التانية والشركات الخاصة والكلام ده بيترتب عليه ضياع عائد الشركة من النخالة الخاصة بتلك الكميات مما يعني خسارة من كل الاتجاهات أيضا أشار فؤاد إلى إنه فيما يخص موضوع النخالة إن الشركة في تقدير كميات النخالة المستهدفة من نحو 103 ألف طن من الأمح لأقمح يعني 82% خاصة بمنظومة الدعم والمقدرة على أساس نسبة استخراج 19.66% طبقا لمعدلات النماطية في حين إن متوسط نسبة استخراج المفروض إن هي تروحت ما بين 21 و21 ونص خلال العام المالي 2015-2016 إذن هو فيه انتظار رد على هذا الطلب طلب الإحاطة 15 ألفة إنه دول بيروحوا فين؟ يعني بيتهدروا بالفعل ولا بيروحوا في حتة تانية ولا إيه؟